بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب الجلالة الأخ العزيز ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخواني أصحاب السمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في مستهل هذه القمة نتقدم لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وحكومة والشعب ومملكة البحرين الشقيقة وافل التقديري وعظيم الامتنال على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الغيافة بتمنى لأخيات الملك حمد كل التوفيق والسداد لأترؤسة لأعمال هذه الدورة مبدئاً ارتياحه لما قابت به الأجهزة المختصة في مجلسنا من عامين جاد خلال العام المنصر وفق الأليات تقره المجلس التي تهدي في الارتقاء مستوى التعاون والتنسيق من ضمنها قرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تباية عمالها مؤخراً بتعديد العمل المشترك مجلس الاقتصادية والتنموية أخواني العزاء لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من ظروف مبلغة التعقيد وما تواجه من هذه ما تطلبنا جميعاً العمل سوياً لمواجهتها والتعامل معها بروح المسئولية والعزم وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا والنموى والإزهار لدولنا إن الواقع المؤلم يتعيشه بعض دولتنا العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسبك الدماء ونتيجة حتمية للتحالف بين إرهاب والطائفية والتدخلات السافرة ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها بالنسبة لأوضاع اليمن في اليمن الشقيق ما ذات الجهود مستمرة لإنهاء الصراع الدائل هناك ما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة وحكومة الشرعية وفقاً لمضامين المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرمت سلأمن رقم 2016 مشديدين بمساعم الأمن العام والمتحدة وفي سوريا يؤلمنا جميعاً ما وصلت إليه تدعيات الأزمة هناك وما يعاني الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد مما تحتم على الجميع المجتمع الدولي تكثيف الجهود لإيقاط نزيف الدم وإيجاد حل سياسي يضمن تحقي الأمن والاستقرار وحفظ عجل وسلامة الأرض السورية أخواني العزاء الرغم ما حقوق المجلس من إنجازات مهمة إلا أننا نتطلع للمستقل أفضل يحقق في الإنسان الخليجي تطلعاته نهو نزيد من الرفاه والعيش الكريم ويعجز مسيرة المجلس في ساحتين الإقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويدعم السلام الإقليمي والدولي وفي الختام أتمنى لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة التوفيق والسداد خلال ترغسه لعم هذه الدورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر